أعتقد أنه التاريخ المصري القديم في مجال الطب تحديداً مليان بمفاجآت ومليان بأسرار والناس كلها يمكن العالم كله ماسك بس في التحنيط على سبيل المثال صحيح وسيب بقى كل المجالات الأخرى لو هنتكلم بداية عن هذه الدراسة إيه الجديد اللي اكتشفوه اللي أدى لكل هذا يعني خلال النقاش الدائر دلوقتي وعايزة عرف كمان حضرتك الحضارة المصرية خاصة في مجال الطب كانت عبارة عن إيه يعني طبعاً الطب المصري القديم لما مارسوه مارسوه على أسس علمية يعني أسس علمية دقيقة جداً يعني موضوع يعني ما نقدر كمان دي معجزات وفقاً للزمن اللي كان موجود في المصرين الكداماء بتتكلم عن جراحات دقيقة سواء كتف الرأس يعني الناس كتير ربطة للطب بعلم التحنيط على الرغم أن الطب أصلاً سابق التحنيط لأن الطحنيط جاء بعد الطب مش قبل الطب عشان هو يسأل لمرحلة الطحنيط والضقة وفي نفس الوقت يبقى متبكت تحيط ببعد الوفاة لكن قبلها طبعاً الموضوع مختلف تماماً لكن هي الدراسة التي تتكلم أنا عايز بس يمكن نقول أول مفاجأة أن هي أصلاً مش أول دراسة تتعامل هي كان فيه دراسة قبل منها برضو تكلمت أن المصر القديم لأن أنا حتى لما قررت الخبر قال لك يحتمل لكن كان فيه دراسة قبلها طبعاً أتكلمت قالت لك أن المصر القديم بالفعل استقصى الأورام سرطانية من المخ والمقصود بالأورام السرطانية أن بيجي مرض بيقوم بتلف أو تلفал الأنسجة فعشان كده ده اسمه الأورام السرطانية وفي نفس الوقت ما كانش من المخ فقط لأن طبعاً كان فيه الأورام السرطانية الموجودة في السادي télé طبعاً تم ذكرها في الحضارة المصر القديمة واستطاعوا أن يستقص لوها فالموضوع طبعاً كبير جداً موضوع الأورام السرطانية فأحنا بنتكلم حتى عن الحضارة المصرية القديمة بنقول أن الطب عندك برديات بتتحدث عن هذه الأمور بشكل رهيب جدا فيه أربع برديات همهم على الإطلاق بردية إيدوني سميس وبردية إبريس طبعا الطب عمتى مبدأ في الحضارة المصرية القديمة من 2700 قبل الميلاد لـ 2700 قبل الميلاد لـ 2270 قبل الميلاد يعني تتكلم في عهد الدولة القديمة يعني من عصر الأسرة الثالثة تقريبا تقريبا نخلي بالك من حاجة احنا بنربط الخمس تلاف والسبح تلاف الرقم ده ممكن يبقى أبعد من كده لكن احنا التقوم عند المصر القديم بدأ في هذا التوقيق لكن تبقى ممكن الحاجات من عصرة مقابلة الأسرة اه طبعا وفي نفس الوقت لما نتكلم بنقول عن الطب الطب بدأ من زوء يعني عصر الأهرام عصر بنات الأهرامات فعشان كده لما بنجي مثلا نقول أقدم طبيب يعني في المصر القديم وكان مشهور جدا فاقم حتب لا ام حتب ده كان مهندس وطبيب لكن ده طبعا كان متخصص يعني كان راجل جراح كمان كان حتب بالتحديد عندنا كمان حسي رع حسي رع ده ده يمكن من أقدم الأطباء المشهورين جدا في عهد الملك زوسر في الفترة اللي موجود فاقم حتب ده كان طبيب متخصص في الأسنان ده يعني كان تخصصه يعني فيه تخصصات يا جماعة يا جماعة بتعمله حاجات والله طبعا هو كان راجل ده مشهور جدا في تلك الزمن وعندنا كمان أقدم يعني نقدر أنه أدوات جراحية تم اكتشافها كانت خاصة بالطبيب قار قار ده طبعا برضو كان جراح والأدوات ده موجودة على فكرة في مدحف إم حتب فسقرة اللي تم افتتاحه يمكن ولمني أنا عايزة صلة الضوء على الأدوات يعني أنا برضو وبعيد عن السامعين اللي دخل أو حد قريب أو حد عنده دخل في موضوع سرطانات يعلم جيدا الخطوات بتاع ده أولا في حاجة اسمها أشعة أنت هتعرف إزاي مكان الورم ثانيا أنت عشان تستقصل محتاج تعقيم الأدوات اللي استخدموها كتعاملها إزاي يعني كيف استقصل المصر القديم وورم يعني حقول في السادي سهل لكن في المخ ده عملوا إزاي خلينا أضيف عليك يا مصطفى كمان يعني التشخيص مبدئيا مثلا أصلا والتخدير والتخدير وكيفية استقصال طبعا طيب ده كان الكهنة اللي بيعملوا الكلام ده أم لا طبعا الكهنة دي كانت طبعا موجودة من دون الناس طبعا موجودة من دون الناس يعني لكن مش هما الكهنة فقط لأن كان عندنا زيما قلت عندنا كان حاجة اسمها أقدم مدرس الطب كانت موجودة في سايس سايس دي اللي هي سال حجر اللي في محافظة الغربية اللي هي جان ببلد محمد صراح لعيب كرة مشهور نجريج عشان بس الناس تبعي عرفة الأماكن فيهم بالزبط هي صان الحجر في الشرقية؟ لا صان الحجر صان الحجر ديت في الشرقية اللي هي تانيس إنما صان الحجر اللي هي سايس اللي هي موجودة جان ببسيون ده مكان وده مكان دي محافظة الغربية وده محافظة الشرقية صحيح وكتعاصمة برضو دي كتعاصمة وده كتعاصمة في تلك الفترات في عهد في الهكسوس طبعا يعني لا هي تانيس طبعا في مدرسة الليكسوس ده هي بقى كمان بعد فصلت الليكسوس بشوية لأن طبعا الموضوع ده اسمها يعني أياما الليكسوس عشان ما ننوحش الموضوع تاني كانت اسمها أواريس أو أفاريس عشان كده ده كل حاجة ولا حاجة عند المصر القديم لما هنجي نتكلم عن المصر القديم استخدم إيه في الأدوات استخدم المشارط استخدم السكاكين استخدم الواغز بالإبر الصينية اللي موجودة دلوقتي استخدم كمان الخيوط اللي كانت طبعا بيستخدمها ممكن وقتها اسمها الإبر الصينية بردو لا كان اسمها الإبر بس احنا منعرف الناس بس أني بستطلهم المعلومة هي كانت استخدموا الإبر لكن هي تشبيه بالإبر الصينية حاليا لأن هم طبعا خادوا يعني كل الغرب واخد من الحضارة المصر القديمة كل ما هو يعني ممكن حتى تتخيله حتى العطور حتى تزينة حتى الحضارة الصينية بردو حضارة قديمة ضربة في القدم بردو لكن المصر كان متقدم عن أي حضارة في تلك الفترات